يعني لو نحكي عن هذا الفصل اللي كان موجود بين علاقته كأب وعلاقته أيضاً كمعلب بالنسبة لأيك أكيد هو قدوة كيف كنت تتعاملي مع هاي المشاعر المختلفة كرانيا يعني كيف كنت تتصرفي لأنه أنت كنت طفلة في البداية فأنت عم بتشوفي هذا الفصل اللي عم بيصير كيف تقبلتي وأكيد كمان بدي أعرف كيف كان وجهة نظره ونظرته لإلك إنه فخور فيك كبداية كأول عمل لإلك حتيني أكثر هو مبدايا كان رافض إن أنا أمسك مش عشان التمثيل الغلط أو لأ هو كان تشايف إن التمثيل وهو دي حيا مهنة شقة جدا مهنة ملهاش موعيد ممكن تسرقك وما تكونش أسرة وأطفال بباب الخوف عليك يعني 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 بالزيد فهو كان خايف إن ده ما يحصلش فعلا لكن مع ضغطي إن لا أنا أنا مش شايفة غير إن أنا عايزة أمسل يعني أنا ما عندي شوية تانية أو كده فحصل إن إحنا عمل فيلم شرباط يعني إنتاج لي فيلم شرباط كنتي مستوعبة هاي المشاعر المختلطة يعني كبداية يعني أنا عايزة أقول لك كل ما الإنسان بيجبر وبيرجع كده فلاش باك و بيراجع نفسه لا إلا إن الأهالي دي عمدها حق أنا بعمل كده صح يعني أنا أنا مثلا ملك بنتي عايزة تمثل لما تخلصي تعليم زي ما هو عمل معي بالزبط يعني ما تخلصي سنوية عامة لما فلاقيت إن انت بتعمل نفس الأهالينا بيعملوه يعني أنا كنت يمكن بوقت هتعارضي إنه ليه هيك عم بسير موفا بالزبط إنه هو يحرم عليك بقى وشايف إنه هو جاني علي قوي وكده أها